كما شاهدنا مشاهدين كان هناك تراجعات حد على الأسواق الأمريكية ولكن ماذا عن أداء العملات المشفرة؟ هل لدينا أيضا مزيد من تراجع بالفعل على البيتكوين 2.7% من تراجعات خلال الجلسة الحالية ويشير إلى مسيئة 64242 دولار نلقي نظرة على مسار الأسبوعين مسار هابط بحدود 18 نقطة المئوية ويبدو بأن الارتفاعات التي حققت خلال الأسبوع الماضي تضاءلت إذن خلال جلسة التدولات الحالية المسار السنوي ما زال على ارتفاعات بنسبة 88.8% بالنسبة للإثيريوم مشاهدين للجلسة الحالية بعض التراجعات أو ليست بعض التراجعات إنما تراجعات حد بنسبة 5.8% إلى مسيئة 3176 سنة للإثيريوم الواحد مسار أسبوعين وستحول من النطاق الأخضر إلى الأحمر تراجعات نسبتها 8.8% هذا بالنسبة للإثيريوم أما الريبل على تراجعات بـ 3% تقريبا بمستيئات حالية تصل إلى 60 سنة للريبل الواحد ومسار أسبوعين هو مرتفع إذن بـ 13% تقريبا خلال الأسبوع الماضية حقق الريبل ارتفاعات جيدة لربما التراجعات خلال جلسة هذا اليوم بـ 3% لم تؤثر على مسار أسبوعين السابق ترجمة نانسي قنقر